لأن دايماً هي الصورة عنصر أساسي وأعتقد وإنت تصحح للمعلومة أو قول لي إيه المعلومة الصورة في العمل الفني بتيجي في المرتبة الكام؟ لا طبعاً الصورة مهمة الصورة مهمة جداً لأنه إحنا زمان كان التلفزيون مررنا في لحظة كده كان التلفزيون إذاعة قوي راغي كتير مش حوارات طويلة بل الظبط كده مش تعبير بصري إحنا النهاردة لأ التلفزيون نبقى سالمة وأي حد يقول غير كده يبقى عنده نقص واعي ومش متابع اللي بيحصل في العالم إحنا نتفرج مثلاً على مسلسلات عالمية على جيمة فرونز على ذا كراون على كوين في جنبت على حاجات كتير جداً الصورة هي عنصر رئيسي مش الرغي مش إذاعة هي البطل الصورة بتشارك النصوص النصوص بقى النصوص بقى لأنه إحنا النهاردة إلا إنت بقى تعالى الصورة والتعبير الدرامي عن النص وعن الفكرة إلتا النهاردة الصورة أنا مش با مش هجيب بيوسف وصوره وعمل بقى جوة بقى ودرون وفي الآخر ده مش معبر عن الحالة بتاعت النص يعني تعالى نتكلم على الحالة الأخيرة من الحشاشين شوف الصورة شوف الكادرات اللي متاخدها الكريم عبدالعزيز والنور من وراء والحالة اللي معمولة حوالين شعره ومع أداءه إنت هنا الصورة مش هاركة في التعبير بشكل واضح إنت جزء من الكادرات اللي عملها إسلام خيري في جودر واللي عملها عمرة بدومة مثلا في بدون سبق إنزار واللي عملها حسين عصر في الحشاشين إنت بتتكلم هنا في مدارين تصوير على مستوى عالمي ده أول حاجة ثانيا مدارين تصوير مثقفين فاهمين يعني إيه دراما يعني إيه دراما المشهد ده يعني المشهد ده النقاش دير عن إيه وتعبير والبصر يبقى إزاي والحالة بتاعة كل كاركتر من الكاركترات اللي موجودة الشخصيات اللي موجودة ليه وده برضو بقى هنا بقى ييجي بقى إيه اللي حددت السيناريو إنت من الأول كل فريق المسلسل عنده المشروح عنده من أول حلقة لآخر حلقة من ممثلين فهو حافظ تطور الشخصية دي من أولها لآخرها مش موفصل عن الموضوع كله بالضبط هو مش لسه الحلقة بتكتب فهو مش عارف اللي حيحصل إيه لا هو عارف من أول حلقة الآخر حلقة الشخصية وصلة لفين فهو تطوره والكريشند والتصاعد الدرامي رايح فين ونقطة الزروة فين والمستر سين فين فهو قادر يستوى من ناحية تانية أنا عندي مهندس ديكور فاهم ومصمم أزياء فاهم ومنتير فاهم لأنه برضو عنده نص من بدري فبيقعد مع المخرج يتناقش معاه مخرج بالضبط ومخرج بقى بيدير المنظومة لا 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 ومخرج طبعا لا لا ده الأساس لأنه هو رب العمل فهو مخرج بيبني المنظومة كاملة وهو عنده دراية هو ورايا جاي من فين ورايا فين وده البقى الوعي ففعليا أبو الحدوطة السيناريو أنا عندي سيناريو كامل 30 حلقة خلصت كل التغييرات اللي أنا عاملها فيه قبل ما أبدأ تصوير أصلا إحنا وخلصين كل حاجة إحنا كما يقول كما كان يقول الراحل يوسف شهين بعد ما يخلص السيناريو ويخلص الديكوباش بتاعه ويعلقه في مكتابه وفي مكتب الإخراج وفي مكتب الإنتاج أنا كده خلصت الفيلم فضل التصوير فهم عملوا نفس الحدوط هم خلصوا المشروع وبعد كده عملوا التصوير فأنا عندي الموضوع بقى واضح من أول لحظة فإن النتيجة؟ النتيجة إنه النهاردة اللي إحنا شوفنا أقدر أقول إنه النهاردة أنا عندي يتعرض على أي منصة عالمية جودر ولا الحشاشين ولا بدون سابق أنزهر ولا لحظة غضب ولا كامل العدد بلاس وان ولا بابا جاه النهاردة لو تعرضوا على أي منصة عالمية لا فيه هنا بقى فيه موضوع من ناحية تانية إحنا النهاردة عندنا مسلسلات أطفال عندك يحية وكنوز وعندك نورة اللي كاتبهم محمد عدلي مثلا نورة ده محمد عدلي كده وسامح أبو بكر عزت بتعمل بتشرف على الدراما بتاعت الموضوع وعندك ثلاثة كاتبين معاه عندك بقى مشروع مبني من البداية وشغال عليه بشكل جيد وغفيرة زي المهم الضغط كده فيه خطة فيه منهجية مش بنشتغل كده وزي عشوائي وزي ما طلع زي ما كنا مشوف زمان بس عبتو دي بقى الاستراتيجية الكاملة أيوة اللي مبنية من اللي فوق من العنصر الأهم اللي كان زمان العنصر ده بيبوز المنظومة كلها النهاردة العنصر ده هو اللي بيصلح بقى دلوقتي اللي هو العنصر الانتاج عنصر الانتاج كم زمان مساهم في بوزان المنظومة في دلوقتي العكس تمام دلوقتي لا دلوقتي بقى أنا عندي وعي